الطاقة والإنزينات تدفق الطاقة تدفق الطاقة إلى الطاقة والإنزينات وكثير منها تدفق الطاقة لجزائيات المغدية ويتبدد الكثير منها على شكل حرارة تدفق الطاقة كمهر في النهاية تدفق الطاقة الطاقة الشمسية التي تدفق الطاقة على شكل حرارة طبعا حيوان المثلا بحوث جزء من الطاقة الكيميائية إلى طاقة ميكانيكية للحركة كما تدفق الطاقة المتحدث كل الأنزينات يتبعون الطاقة يتبعون كمهر لذلك الأنزينات ويستمر لا تدفق لذلك الطاقة تدفق ولكن ما يعد تدويرها كثير من الأنزينات إشكال الطاقة الأنزينات في دوما الطاقة تدفق نفس الإجداء طاقة حركية وطاقة كامنة وطاقة كامنة بينما الكنتية هي طاقة حركية استعمال الكنتية هي الطاقة حركية إسم designed هذا هو طاقة حركية طاقة حركية وطاقة الكاملة هي طاقة مخزونة طاقة مخزونة لا يتم استخدام قدرتها لإنجاز العمل في الوقت الحالي الطعام الذي نأكل يحتوي على طاقة كاملة لأنه يمكن أن تحويلها إلى أنواع مختلفة من الطاقة الحركية يمكن أن تحويلها إلى أنواع مختلفة من الطاقة الحركية الطعام يطلق على الطعام على وجه التحديد اسم الطاقة الكيميائية لأنها تحويلها من الطاقة الكيميائية مثل كارباهيدرات والبروتين والدهوم لأنه يحتوي على جزائيات عضوية كارباهيدرات والبروتين والدهوم عندما تحويلها تحويلها من الطاقة الكيميائية قانون الحفظ الطاقة الطاقة لا تفنى لا تستحدث من عدم ولكن تتحويل من شكل إلى آخر الثاني الديناميك الحراريه لا يمكن تغيير الطاقة من شكل الاخر دون فقدان الطاقة القابلة للاستخدام تخليق الثاني الو بحضل lb تمع تبينних نبات المجموعة المغنية الكربوهيدرات هي ميليكول لكن لماذا الكربون ديكساد و الواتر هي ميليكول بينما الكربون ديكساد و الواتر هي ميليكول جزيات فقيرة في الطاقة لم يكن كل الطاقة اللامنة يصبح ميليكول كم تصبح ميليكول طبعاً مش كل الطاقة الشمسية متصى لأنها متحول لحراب اعتمد طاقة من الكربوهيدرات لتسهوله استخدم الطاقة لتحريك العضلات لقوة العضلات كما تستخدم الطاقة لتحريك العضلات كما انه عضلاته استخدم الطاقة ما في حاجة منها بروح أو بيفنى لكن بعضها تتحول الى حرارة التي تستخدم الطاقة في المحيط بعد ذلك تتبدد في المحيط حواليها السلز و الانيرجي الثاني العضلات الترموديناميك يقول لنا أن الانيرجي لا يمكن أن تتحول الطاقة من أحد يمكن أن تتحول الطاقة من شكل الى اخر بدون ترفق الطاقة شكل ممتطاق المستخدم جلوكوز والتي تستخدمه يأتفضل على الكربون الى اكسر والماء والتي تستخدمه طبعا جلوكوز من الانيرجي من الانيرجي على صفحة المبريل يأتي إلى الانيرجي لكي تتحول الطاقة حين يكون الانيرجي في الجهة من الشراء الخليجي يجب أن تحرك للجهة الثانية بشكل عشوائي بوضع الوصول والتعادل للحرارة طبعا كل الحمليتين تحتاج أو تزيد من عملية الانتروبي القصور الحرارة أو الوصول إلى التعادل الحرارة في هذا الشكل بيبين قدسيج لكوز مور أورغنائز منظمة أكثر مور بطنشي الانيردي وليس ستيبل انتروبي بعكس الكربون الأكساد والأمر بتعادل هذه الحرارة bas في تحرك تساوى تتفع المطاعدة He attitude ويمكن مور أورغنائز من فتنشي الانيردي ويسست ضي seguridad ومور بطنشي الانيردي We need to action من أفضل والتقادير والتعادل بتجريد من العملية الانتروبي لما يكون لا توجد تساوي مثلا هى أينات اله true هنا ببرا في Psych بيكون هنا مور أورغنائز بأورغنائز من المور مور رئيس جيد الانيردي I'm not able to get me هيكون ليس ارجونايز مش منظمين بشكل هذا ليس بوتنشيل انيرجي مور ستابل انتروي هذا الشكل فقط للتوضيح وين انيرجي ترانسفورميشن اوكيرز انيرجي ايضا كرييتد نور دسترويد طبعا في تغير اللي هو الطاقة حين ما يحدث بيتبع اللي هو القانونين تا التيرمو دايناميكس الفيرس لو والسكن لو energy is neither created nor destroyed or also there is always a loss of energy thus living things depend on an outside source of energy دست metabolic reactions and energy transformations تفاعلات الايد و تحولات الطاقة metabolism is the sum of all chemical reactions that occur in acid زي ما احنا عارفين اللي هي العملية اللي هي مجموع كل التفاعلة الكيمية اللي بتحدث في الخليج reactants are substance that participate in reaction reactants هي المواد المتفاعلة بتشارك في التفاعل while products are substance that form as a result of a reaction والمنتجات هي اللي بتنتج عن التفاعل in this reaction A plus B بطلع منا CD بمعنى AB reactants مواد متفاعلة AB والCD are the products المنتجات من التفاعل adenosine triphosphate ATP وهو مركب الطاقة المسؤول عن الطاقة في داخل الخلية واخدنا طبعا high energy compound used to drive metabolic reactions طبعا هو مركب على الطاقة ويستخدم للقيام بكل التفاعلات العيضية constantly being generating from adenosine diphosphate طبعا هو بتكون من اللي هو الادenosine diphosphate مركب تنائي الفوسفات composed of adenine and ribosome together adenosine and 3-phosphate group 3-phosphate group واخدناها في الشابتر التاني والأول work related functions of ATP طبعا الوظائف المتعلقة في عمل الATP primarily to perform cellular work في المقام الأول هو أداء العمل الخلوي chemical work energy needed to synthesize macro molecules طبعا الطاقة اللي بتستخدم لتخليق جزايات الكبيرة transport work energy needed to what to pump substances cross plasma membrane الطاقة اللي تستخدم لضخ المواد عبر اللي هو الغشاء البلازمي وبعدين التاني والتعريق mechanical work اللي هي energy needed to contract muscles beat flagella الطاقة الطاقة الحركية اللي بتستخدم في تقباض العضلات وتعريق الأصوات متابلوك pathways and enzyme نصارات الإيد والإنزيم تعريف الإنزيم an enzyme is the protein molecule that functions functions as an organic catalyst to speed chemical reaction to what to speed chemical reaction without itself being affected by the reaction الإنزيم عبارة عن جزئة بروتين بيعمل كمحفز عضوي لتسريع التفاعل الكيميائي دون أن يتأثر بالتفاعل the reactants of an enzymatically accelerated reaction are called substrates المواد المتفاعلة المتسائرة عن زمية تسمى بالركاز أو المواد المتفاعلة substrates الركاز enzymes allow reactions to occur under mild conditions and that they regulate metabolism including elimination of side reaction تسمى هالإنزيمات بحدوث تفاعلات في ظروف معتدلة and mild conditions كما أنها تنظم عمليات التبتيل الغذائي they regulate metabolism بما في ذلك القضاء على التفاعلات الجانبية including the elimination of side reactions each reactions in a metabolic pathway requires a unique and specific enzyme بيطلق كل تفاعل في مصاري التبتيل الغذائي انزيما فريدا ومحددا requires a unique and specific enzyme لكل تفاعل في انزيم محدد in the product will not appear unless all enzymes present and functional لن يظهر أي منتوج نهائيا ما لم تكون جميع الانزيم موجودة وعملي وفعال they are often named by adding ace catalase protease اللي هو الانزيم الخاصة في البروتين carbid او كل بنت في اللفظ اللي هو في آخر حاجة ace to the name of the substrates و دائما بيشتق اسمه من المواد الداخلة بالتفاعل بالإضافة لها ace example dehydrogenases our enzyme that remove hydrogen بمعنى الانزيم اللي بزيل الهيدروجينات هي dehydrogenation ازالة الهيدروجين وبنضاف اله aces dehydrogenases mode mode of action طريقة عمل الانزيم زي ما انتو شايفين عند figures هنا في الانزيم الاصفر yellow this is the active site اللي هو المكان النشط للانزيم وهنا substrates المادة الداخلة بتفاعل so the substrates المادة بتفاعلة fits in the enzyme active sites بتروح تيجي بالضبط تلتسق بالactive site في مكان النشط للانزيم just like a key fits into a lock زي ما بكون المفتاح في القفل then bonds and substrates weaken تبدأ الرابط بين المادن بتفاعل تضعف نتيجة ما يسمى بالانزيم substrates complex اللي هو حينما يرتبط ترتبط اللي هو المادن متفاعلة بالانزيم ات فوين في active site as in cym substrates complex is formed اللي هو بسموه الانزيم substrates complex او معقد ترابط الانزيم مع المادن متفاعلة then the product formed حينما تنفصل اللي هو substrates تحت تأثير الانزيم chemical reactions occur at the active side and products are formed بيحدث اللي هو التفاعلات الكيميائية في active side اللي هو مكان النشط طال الانزيم تبدأ تكون products او ناتج التفاعلات عفوا نظرية المفتاح والقفل نظرية زي انتوا شايفين يلوك substrates and enzyme each reaction got specific enzyme كل تفاعل كل substrates محدد زي اي مفتاح مع القفل بتاعه بدون ما يكون الانزيم هو الكيلة المفتاح ما في بكون عندنا product مناسب عشان هنا المفتاح الانزيم شايفين اللي هو substrates من القاسم الى products زي ما واضح في الشكل as shown in the figure look and keep hypothesis metabolic pathways begin with a particular reactant and terminate with an end products كل ما صار ايضي بيبدأ ب مادة متفاعل معين بتنتي بمادة منتجة في الاخر عن التفاعل reactions usually in a sequence called metabolic pathway بمعنى منتجات في بداية التفاعل تصبح مواد متفاعلة للتفاعل الذي يلي وهكذا such link reaction from metabolic pathway begins with the particular reactant proceed through several intermediaries and terminate with the particular product and terminate with the product and terminate with a particular product and in the figure as in the figure a e1 e2 e3 e4 e5 e6 in the i3 and a i5 c i6 e6 s i6 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 المواد الاكتفالот مواد الاكتفال desenvol максимاً حينما يدخل للسبسترات في الاكتف سايد بغيره اللي هو الشكل تاع الاكتف سايد قاوز اكتف سايد تشينج شايد شو شو شاب تشينج فور سبسترات توقدر انيشياتيك بود طبعا حينما يد بيغير شكله تبدال رقائز مع الاكتف سايد مع الانزاين هذا الكمبلكس بيبدأ بعد هيك تنشيط البدء بالترابط وتبدأ التفاعل في تفاعل وفي تفاعل وفي تفاعل الانزام يرتبط بجزء مادة متفاعلة هذا المادة متفاعلة بجزء المادة المتفاعلة ببدأ جزء المادة المتفاعلة تكسر إلى جزءين مادة منتجة زي ما انتم شايفين هايو هنا الانزام هي الاختيف سايد هايو سبستريت بتكون جس ون ميليكيول من جزء واحد حين ما يتكون انزام سبستريت كوملكس ببدأ التفاعل وفيصير ببدأ الانزام طبعا الانزام ما بدخل بالتفاعل ما بتغير بنشط التفاعل وبينتج المادة تتحول لتو ميليكيول برودكت اللي هو مادة منتجة من جزئية في السنتيز العكس انزام كوملكس مع 2 سبستريت ميليكيول لا سبستريت ميليكيول واحد جاء 2 لانه بدو خلق من 2 واحد سبستريت ارجو تقدر ارليز سينجل برودكت ميليكيول زي ما انتم شايفين هنا اتنين بتدخلوا الاكتف سايد بصيروا كوملكس مع الانزام وفي الاخر اتنين بتتحد بكون وات سينجل بصير انزام بصير بصير ميليكيول فاكتور افكتنج انزام اكتفيت العوامل بتأثر على نشاط الانزام 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 تعمل بسرعة دائما انزام سريع وفي بعض بعض تصوير الانزام من 10 مليون عم بشكل انزام في بعض الحالات ممكن زياد معدل التفاعل بكتر من 10 مليون مرة The rate of reaction of a reaction is the amount of a product produced per unit time معدل التفاعل وكمية المنتج اللي بتنبنتجه لكل وحدة زمنية The amount of a product per unit time depends on how much substrate is at the active site of enzyme تعتمد كمية المنتج لكل وحدة زمنية على what المواد مقدار الركيزة في المواقع النشطة للانزام depending on how much substrate is at the active site of enzymes therefore increasing the amount of substrate and also the amount of enzyme can increase the rate of the reaction على هيك أنه زيادة كمية الركيزة والمواد المتفاعلة وكذلك كمية الانزيم تقدر إلى زيادة معدل التفاعل amount of substrate and amount of enzyme increasing so the reaction increase the rate of the reaction increase بزداد معدل التفاعل any factor that alters the shape of the active site أي عامل بغير شكل الموقع النشط such as pH or temperature or an inhibitor can decrease the rate of a reaction يمكن أن يقلل من معدل التفاعل finally some enzymes require core factors that help speed the rate of the reactions because they help find the substrate to the active site or they participate in the reaction at the active site or they participate in the reaction at the active site or they أو بتشارك في التفاعل مع الموقع النشط substrate concentrations تركيز المواد المتفاعلة والركائز generally enzyme activity increase as what substrate concentration increases كل مزاد اللي هو تركيز المواد المتفاعلة because they are كل مزاد اللي هو نشاط an enzyme because they are more collision between substrate molecules and the enzymes and the enzymes لأنه هناك المزيد بالاستضامات بين جزئات الركيزة والإنزيم as more substrate molecules fill active sites more product result by unit time كل مكان في جزئات مواد متفاعلة ركبت أو تبتت في المواقع النشطة للإنزيمات كان فيه نتائج في التفاعل أو منتجات نهائية في التفاعل بتزداد مع كل واحدة من الوقت But when the active sites are filled almostly continuous with the substrate the rate of the reaction cannot increase anymore or maximum rates has been reached ولكن عندما تبدلع المواقع النشطة بشكل مستمر تقريبا بالركيز أو الركيزة لا يمكن أن ينزيد معدل التفاعل بقية معدل أقصى من اللي تم الوصول إليه just as amount of substrate can increase or limit the rate of an enzymatic reaction so the amount of an active enzyme can also increase or limit the rate of an enzymatic reaction بقية مثل ما يمكن أن تزيد كمية الركيزة أو تحد من معدل التفاعل الأنزيمي فإن كمية الأنزيم النشط يمكن أن يزيد أو تحد من معدل التفاعل الأنزيم الأنزيم أيضًا 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 كمية البيبسين يمكن أن تزيد الأنزيم 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 بيبسن بيبسن بصر الب2 هBe has بكون عالي النشاط وكذلك بالنسبة للتريبسين بيبسن 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 تريبسون. effect of temperature in enzyme activity. تأتي درجة الحرارة في نشاط الانزيم. usually the rate of an enzymatic reaction doubles with every 10 centigrade rise in temperature. طبق كل ما زادت درجة الحرارة عشرة درجة بصير مضاعفة لنشاط الانزيم. warmer temperature cause more effect of collagen between enzyme and sub-stress. طبعا درجة الحرارة المرتفعة بتزيد من فعالية الاصطدام ما بين الانزيم والركاز او المواد المدفعة. the rate of reaction therefore increase as temperature increases. كل ما زادت درجة حرارة rate of reaction. التفاعل. معدل التفاعل. the enzymatic reaction is maximum at about 40 centigrade. بصل المعدل التفاعل الانزيمي الى اكبر قمة او الماكسيمم. فوين? حين ما تكون درجة الحرارة 40. للماكسيمم تعطو. للقمة تعطو. لكن then it decreases until the reaction stop all together. لكن بعد هيك تبدأ تنقص حتى تتوقف. because the enzyme has become denatured. بمعنى حين ما بيصبح الانزيم مشوه او متحلل. يبقى بيصل الانزيمي الانزيمي الى اقصى حد عند حوالي 40 درجة معوي. ثم يتناقص حين ما يتوقف التفاعل تماما لعلى الانزيم اصبح متحلل. decrease until the reaction stops to altogether. because the enzyme has become denatured. لما تدرجة الحرارة اللي عليه اكتر من 40 تبدأ تفسد الانزيم. تبدأ تفسد الانزيم. the enzyme become denatured. enzymes denatured when the temperature gets too high. بيبدأ يفسد. الانزيم نفسه يتحلل اذا بدت درجة الحرارة ترتفع اكتر بكتير من 40 centigrade. the rate of reactions. عشانك الانسان اذا وصل الى اثنين عربين بتبدأ الانزيمات والوبروتنات تتحلل ويموت الانسان. the rate of reactions decrease as the enzyme becomes non-functional. برضو معدل التفاعل بنقص طالما الانزيم بيبدأ يكون غير فعال. enzyme co-factors. many enzymes require the presence of an inorganic ion. تطلب العديد من الانزيمات وجود ايونات غير عضوية. or nano-protective organic molecules. or جزء عضوي غير بروتيني. at the active site. in order to what? to be active. حتى يكون الموقع النشط نشط. these necessary ions or molecules are called what? co-factors. تسمى هذه الايونات وجزئيات الضرورية بالعوامل المساعدة. while the inorganic ions are metals such as copper zinc or iron. ممكن هذه الكوفاكتور ستكون اللي هو ايونات غير عضوية زي المعادن اللي هو الكوبر النحاس والزينك والاينون الحديد. the non-proteins organic molecules are called co-enzyme مرافقات الانزيم. اللي هي بتكون اللي هو جزئيات غير بروتينية. عضوية ولكن غير بروتينية. لان احنا عارفين الانزيم لازم يكون ايش بكون بروتين. but the non-protein organic molecules are called co-enzymes. ممكن اللي هي جزئيات العضوية الغير بروتينية ممكن تكون co-enzymes او مرافقات او مشاعدات الانزيم. these co-factors participate in the action. هدولة بشاركوا في التفاعل. and may even accept or contribute atoms. ممكن يستقبلوا او يساهموا في الدرات to their actions. بيساهموا في استقبلوا او بيساهموا في درات التفاعل. co-factors including inorganic ends and organic co-enzymes. may participate interaction at the active site. زي ما تشايفين هنا. co-factors. ممكن يعملوا substrate to fit more. يعني ممكن يجعل المواد المتفاعلة اكتر تناسب للموقع اللي هو الاكتف سايت تاع الانزيم. اللي هو الموقع النشط للانزيم. احيانا الاكتفافيشن باي فسفوريليشن. ممكن تنشيط عن طريق الفسفرة او اضافة الفسفات. فسفوريليشن سم. require addition of phosphate. زي ما هنا. الان اكتف بروتين بكون بروتين غير نشط. بتف بوجود الانزام كينيز. بصير اكتف بروتين حين ما ينضاف له مجمعتين فسفات. زي التربسونجين ان اكتف. في صورة غير نشطة. اللي هو بتحول في بوجود الانزام الانترو كينيز. الى تربسين اكتف. اللي هو بتحول لتربسين نشط. من التربسونجين غير نشط. بوجود الانزام الانترو كينيز. بتحول لتربسين اكتف. هادي عن طريق اللي هو حاجة اسمه. فسفريليشن. اللي هو باي اكتيفاشن. باي اديشن اوف فسفات. بضافة فسفات. مجموعة الفسفات. انزايم انهيبشن. كبت الانزام او منع الانزام انه الانزام انه يكون نشط. ريفيرسابل انزام انهيبشن. اللي هو كبت العكسي الانزام. حين ما يكون مادة متفاعلة تسمى بالكابت او المانع. بانت توان انزام انزام ان ديكريز اكتيفتي. هادي بترتبط مع الانزام وبتقلل من نشاطه. الريفيرسابل انزام انهيبشن بنقسم الى تلاتة. كومبتتف انهيبشن اللي هو عن طريق كبت تنافسي. كيف? هاو? سبستريت المادة المتفاعلة والمانع او الكابت. حتى يرتبطوا بالاكتيف سايت. حتى ارتبطوا في الموقع النشاطين انزام. كلاهما بتنافسوا. كلاهما بتنافسوا. على اللي هو يرتبطوا مع الاكتيف سايت. نان كومبتتف انهيبشن. كابت غير تنافسي. يعني انهيبشن بنقسم الى تلاتة الاكتيف سايت. هنا الانهيبشن ما بيرتبط بالاكتيف سايت. لكن بيرتبط في موقع تاني يسمى تلاتة الاكتيف سايت. موقع تاني غير الاكتيف سايت موجود على الانزام. وهيكي بيبط لانه بغير شكل الاكتيف سايت. النوع الثالث. اللي هو رد فعل كبتي. بمعنى المنتج النهاي بيمنع اللي هو مصار الاولي للانزام. الموانع العكسية المتنافسة. هذه ميليكيول لديها مصار مختلفة مع الانهيبشن. هذول الكوابت أو الانهيبشن بيكون لها تركيم مشابه للانهيبشن للمادة المتفاعلة. وممكن يرتبطوا مع الانهيبشن مع الانهيبشن. الانزام. لذلك الانهيبشن سيكون متفاعلة إلى الانهيبشن. عندما هناك ميليكيول لديها مصار مختلفة. لكن هذا إذا في مواد متفاعل حقيقية ممكن اللي هو يصل التفاعل للقمة. لذلك الانهيبشن مع الانهيبشن مع الانهيبشن مع الانهيبشن. هنا الأرابينوز مادة سكرية بتنافز جليكوز في المكتف سايد تعل أنزام تلك إصدات الجليكوز. علشان هيك إصدات الجليكوز بتعوق ويصير في مشكلة لأنه الأرابينوز تشباب مع جليكوز في مستفاج..! لو encontrar مشابة جليكوز للان باقي؟ لأنه بيصير ينافس الأرابينوز مع الجليكوز للمنافس الارتباط في الأكتف سايد تعل tiếng تعوين انجليكوز اكسديس انزيم اكسدت لكوز كمبت اف ان هيبشن في الكبت التنافسي سيملار شيب ملكيو كمبيت وده سبسترات فو اكتف صايد طلع الاكتف صايد شايف هذا الكبت اف ان هيبشن هذا الكبت او المانع البنافس للسبسترات وشكله زي الشكلة السبسترات لكن وبرضه ايش بعمل اتاشمنت لالاكتف صايد أكتف سايد با باكتف سايد مستعد للقوابط لا تتنافس بطريقة عكسية للمنع هذه الملكيوزة لا تحتاج إلى أي شيء مثل المواد المتفاعلة لكنهم يتبعون مع الانزيم لكنها ترتبط مع الانزيم لكن ليس في الانزيم لكن ليس في الانزيم يتم تتنافس بطريقة عكسية ما يسمى الى الالوسترخ بيستطيع السابستريت او المادة المتفاعلة تخش فيه عشان هيك بكون الانزام مش او الاكتيفتي اف انزام تتعقب اللي هو نشاط الانزام بتوقف so they bind with the enzyme but not at the active sign مش this binding does change the shape of the enzyme عشان هيك الربط بغير شكل الانزام so the reaction rate decreases عشان هيك معدل التفاعل بينقص non-competitive inhibitions another form of inhibition هذا نوع تاني من الكبن involves an inhibitor that binds to what an illustrious side of an enzyme اللي هو جانب يسمى الاستريك سايت هاي جمب اللي هو الاكتيف سايت بس مش في الاكتيف سايت هاي الاكتيف سايت هاي الاكتيف سايت هادة الاستريك سايت الحين ان الاستريك سايت is a different location than the active site زي ما انتو شافينو فيما كان غير الاكتيف سايت the bundle of an inhibitor to the illustrious side alters the shape of the enzyme طبعا بغير شكل الانزام بعد ما ارتبط الانهيبتور مع وين الى الاستريك سايت so resulting in distorted active site that does not function probably فايش بعمل بشوه اللي هو مركز او سطح النشط للانزام عشان هيك بينتج انه الانزام ما يشتغل بشكل صحيح شكل صحيح وبعد هيك الرياكشن rate of reaction decreases بيبدأ معدل اللي هو التفاعل يكون بطيء the binding of an inhibitor to an elastic site is usually temporary و لكن ايضا ارتباط الانهيبتور في هذا المكان the illustrious side بكون مؤقت مش دائم زي ما بعمل the poisonous the poisonous اللي هي السموم are inhibitors that bind irreversibly اللي هي نظام irreversibly اللي هي ابتلته زي poisons السموم هي اللي بتاع بتعطل الأشياط الانزام ليش they bind to what uh to an electric site اللي هما كان none to the they are not attached to the active site but they attached to what to the electric site feedback inhibition the goal of this hypothetic metabolic weight it's to produce chemical D from A this is نوع من الكبد كرد أو feedback بمعنى انه عباء انه بدنا ننتج ال A ال D من ال A لكن طلعوا when the amount of D drops enzyme 1 will no longer be inhibited by it طي يبقى إذا كمية D قلت ما بتعوق اللي هو بداية نشاط الانزام لكن when the amount of D increase the enzyme stop functioning كل ما زادت كمية D كل ما إيش قلت نشاط الانزام بشكل أو باخر زي تير مستابعة المعادلة هذه بمعنى enzyme regulation by negative feedback inhibition تنظيم الانزام عن طريق تطبيط التغذية المرتدة أو السلبية is similar to the thermostat example مشابه لمثال منظم الحرارة as an enzyme a product accumulate عندما تتراكم منتجات الانزام it turns off the enzyme بيوقف عمل الانزام as heat causes thermostat to turn off the production of heat كما بتسبب الحرارة التفاعل الحرارة في توقف منظم الحرارة عن شغله هذه اسمه feedback inhibitor ما يسمى بطرق تطبيط التغذية الراجعة والمرتدة السلبية كل ما زادت كمية المنتج كل ما وقف عمل اللي هو الانزام كل ما قلت اللي هو المنتج كل ما زاد الانزام طبعا هذي كلها مين اللي بتعملها inhibitors معينة كوابت معينة يعني بمعنى انه هذا التفاعل ما بكون سير بطريقة اللي هي الطبيعية للنشاط الانزيم irreversible inhibition irreversible enzyme inhibition is the modification of an enzyme by an inhibitor that makes the chemical reaction irreversible تطبيط الانزيم الذي لا رجعة فيه هو تعديل الانزيم بواسط مطبط يجعل التفاعل الكيميائي لا رجعة فيه مثل ماتيريال that irreversible inhibits and enzyme are known as poisonous poisons اللي هي السموم بتنبشتغل اللي هو irreversible inhibition يبقى example for sorry for irreversible inhibition اللي هو إيش الpoison بتال عن irreversible irreversible inhibition اللي هي السموم زي cyaneids inhibits enzymes resulting in all ATP لو الانسان تناول cyaneids ايش بيمنع شغل انزيمات ATP يعني ما فيكن فيه طاقة في الجسم كامل البنسلين inhibits an enzyme unique to certain bacteria ليش البنسلين بكتر البكتيريا لانه بيعتر بمنع شغل انزيمات مهمة لنمو البكتيريا heavy metals irreversible bind with many enzymes برضو المعادن التقيلة بترتبط عكسي مع عديد من الانزيمات و nerve gas irreversible inhibits enzymes required by nervous system و غاز الاعصاب ايضا بتفعل irreversibly مع الانزيم اللي بتكون مطلبة من الجهاز العصبي